مجرد هذه المباراة؟ لا لازم تجري هي لازم لأن موعدها لازم يكون بيها يوم 14 ويوم 19 الموعد محدد من الاتحاد الدولي واتحاد الآسيوي هذين المباراة لازم يكونون هي بالبصرة أعتقد؟ بالبصرة يكونون في المدينة الرياضية أنا متأكد أن أهل البصرة من راح توصل موعد المباراة أعتقد راح يستضيفون هؤلاء الفريقين أحسن استضافة لأنهم أهلكرم وحجود وآني أتمنى من الناس المتظاهرين هناك وهذه رسالة لأن هذه المباراة تنقل صورة العراق لأننا لا نريد أن نرى للناس الذين عايشوا بره أن العراق لا يستضيف منتخبين أو العراق لا يستضيف مباراة كرة القدم فالحضر الذي ينشال عن العراق عانينا مننا كثير يلا نشال نستعدي لها؟ أكيد طبعا طبعا أنا راح أخذ منك رسالة هاي كامرتك توجهها الأهل البصرة والكل الموجودين للجماهير الرياضية عامة ما هو الموقف هذه المباراة الدولية القادمة هاي كامرتك وتجههم رسالة يعني أنا أتمنى من رب العالمين أن كل أهلنا بالبصرة يسمعون هذه الرسالة بصراحة لأنه هي رسالة مهمة جدا واحدة من مطالب كل شاب عراقي أنه منتخب بلاده يلعب بالعراق فإحنا ذاردنا منتخب بلدنا أنه يكون دائما يلعب بالعراق وما يرجع الحضر مرة ثانية يعني الكرة العراقية فأتمنى من رب العالمين وأنا متأكد أنه أهل البصرة واعين وأصلا فاهمين هذا الكلام أكثر من عندي أصلا لأنهم سبقوا أنه قلت ناس أهل كرم وداما ما يستضيفون المنتخب أحسن استضافة أتمنى من رب العالمين أنه يكونون جاهزين هذن المباراتين لأنه هذن المباراتين إذا تغلبنا بيها رح نقدر أن تأهل الكاس العالم إن شاء الله أتمنى من الناس اللي محافظة البصرة أو الناس القائمين هناك أتمنى أنه يجهزون ملعب البصرة في سبيل أنه نظهر بصورة طيبة رغم كل الظروف الجانبية اللي تصير بالعراق رغم كل الناس اللي ماتت لكن إحنا لسه نلعب كرة قدم ولسه قادرين أنه نتأهل الكاس العالم إن شاء الله